بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بدء كل خير ورأس كل أمر ذبال اللهم ارزقنا أسرارها ونفحاتها يا رب العالمين في كل حياتنا دائما نستأنف هذا الطريق ونمشي ونسير فيه معا أهلا بكم في أما بعد في هذا الطريق المليء بالخير دعوة مفتوحة دائما لأن تشارك في فعل الخيرات تساهم دائما في هذا العمل لكي ترى هذه الثمرة على الوجوه وعلى أرض الواقع دائما في مؤسسة نبض الحياة التي تنبض بالحب وتنبض بالخير تدعوك لأن تشارك لأن تكون في هذه الصفوف في صفوف المتنافسين في الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نشاطها يتنوع في كل الأمور التي تمس هذه الحاجات الإنسانية في أساسياتها في بناء حياة كريمة أو المشاركة في تأسيس حياة كريمة لكل محتاج في كل مكان في طول مصر وفي عرضها دائما نتعاون دائما نستمع إلى هذا النصح وإلى هذا التوجيه النبوي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أن نتراحم كما أوصانا صلى الله عليه وسلم لكي نكون نموذج لهذا الإنسان لهذا المسلم البسيط الذي يتبع رسوله الكريم في كل شؤون حياته يمكن وإحنا بنتكلم قبل الفاصل وبسأل له سؤال السلام عن فكرة العمل وعرض المشكلة والإنجاز إحنا في قدام عمل مهم تنفيذ لحلول مشاكل كبيرة جدا داخل هذا النجم سؤال السلام يعني وإنت بتخطط لقلية حل المشكلة بتدعو أهل الخير إزاي بتخلي الفكرة تصل إلى المتلقى عشان يسارع في هذه الخيرات هصول الله حركة إن اللي بيدعوا فعلا أهل الخير هم الناس البسيطة دي أيوة هم اللي قاعدوا دعوا قالوا يا رب الناس لما تشوفنا حنن قلوبهم علينا وخليهم يتفعلوا معنا وابعات وصلة مية إحنا طبعا بنبذل مجهود إن إحنا نطلع نتكلم في برنامج مع حضرتك نعمل دعاية بشكل أو معين نعلن على صفحتنا إحنا النهاردة في قرية جديدة ونعيش المتبرع الكريم معنا إحنا اللي بيتبرق معنا مرة بنبدأ أعطلوبة تانية ونقول له في قرية جديدة ما تخش معنا في المشروع الجديد متابع على طول اه ابتو ديت معاك بالضبط معنا بشكل دائم لكن خلينا نقول إن المتابعة دي بيكون جزء جبير منها مننا وجزء تاني مع الناس كمان الناس بتفضل تتصل بينا تقول لنا هاي إيه الأخبار انتوا جيوا تصورتوا معنا هتيجوا إم تتفرحونا هتيجوا إم تتوصلوا وصلة المية فعلهم صبرا إن شاء الله أهل الخير هتفعلوا معنا وهنجلكم ونجلكم بالفرحة دي حد عندكم يعني مشاركة أهل الخير وأن يسارع أهل الخير بهذه المشاركة بتديق المسافة الزمنية وتخلي الحل يوصل بسرعة للي محتاجي للحلول دي طبعا الناس ممكن تصبر على الأكل يوم أو اثنين أو ثلاثة ممكن تصبر يعني هناك أتقل لا ممكن ما أكلش لحمة مش مشكلة أكل لحمة في العيد لكن ممكن باشربش لا طبعا محتاجي يشرب مش هنقول كل يوم دي محتاجي يشرب كل ساعة فإحنا النهار دا لما نشوفهم ما تفكرش كتير إنت النهار دا شفت قرية في نجع الربة في مركز أبو تشتم حافظة إينا عاوزة تشرب خد القرار حالا اتصل وقول أنا هعمل وصلة المية دي بالتأسيط أنا هدفع لكم كل شهر 100 جنيه هدفع لكم كل شهر 500 جنيه بس خد القرار دلوقتي حالا إنت ممكن لو فكرت وقلت أنا هتبرع إن شاء الله بعد شهر ممكن خلال الشهر دا يحصل عندك 3-4-5 مشغوليات تشغيلك عن التبرع دا ممكن تروح تتكلم مع واحد صاحبك تقوله والله دا أنا شفت حلقة كده في التلفزيون وعاوزة تبرع يقول لك يا عام وصلة مية خليهم عندك تلاقي حد يقول لك المسأل المعروف اللي بيصدنا دايما على الخير اللي يعوز البيت يحرم على الجامعة تلاقي نفسك بتخش في دوامات ما تخليكش تتبرك لو خدت القرار دلوقتي حالا وبقى عندك التزام بقلت خلاص أنا التزامت بعشر وصلات مية في نجعل ربا خلاص هم تلعوا من عندك وراحوا إن شاء الله نجعل ربا وخلينا بعمل قلبك ما تستناش على حد ما تفكر مع حد تاني ممكن يعطلك عن تقديم يد المساعدة لهؤلاء يعني دلوقتي وإنت بتفكر إزاي توني هذه المشكلة كنبض الحياة نبض الحياة بتتواصل برضو فكرة التواصل المستمر مع أهل نجعل ربا على طول يعني وتبشرهم أكيد بتقولهم ممكن نجي لكم إمتى أو ننفذ لكم إيه إحنا طبعا نجعل ربا موجود في أبو تشت على بعض حوالي تقريبا عشر ساعات من القاهرة وبالتالي إحنا بننزل في زيارة ده أنت كلكم بتنزلوا منك أنا شايف كل فريق العمل وكل القائمين على العمل في نبض الحياة بيروح المكان وبيشارك بيشوف المعاناة بنفسه لأنها أمانة وإحنا لما حد بيشوفنا دلوقتي إيه اللي بيخليها تبرع؟ سكة فيه الشيخ محمد رضا سكة في الدكتور كارم سكة في الدكتور مصطفى سكة في حضرتك سكة فيه الناس بتتبرع وبالتالي أنا لازم أروح بنفسي وبعيني أشوف التبرع ده وصل لمكانه فلما أتأكد أن نوصل في مكان وأعرف أن كده الأمانة تمت على أكمل وجهة فأنا بقول للمشاهدين الأفاضل الأمانة بتاعتكم في محلها وإن شاء الله بنوصلها ونوصلها لحد المكان نجي لقطة التخطيط إحنا لما بنخطط بقى لحملة زي دي حملة اللي نجعل ربا فيه 160 بيت بنعمل إيه؟ بنقسمهم طبعا لأولويات نحط أيتام في الأول أيتام دول أصلا مصدر الدخل بتاعهم منعدم الأم ست أرملة بتسعى على أولادها وظروفهم صعبة نحط بعد كده كبار السن وكبار السن ممكن في يوم ابنها بيملالها مية في يوم ابنها ما يعادش عليها وبالتالي الأيتام بعد كده كبار السن بعد كده الناس متوسط للحال بعد كده أوا كذا وأوا كذا وأوا كذا لحد ما نوقع غطينا القرية بالكامل فأول حد بيتبرع وصلته هتروح تلقائي لأسرة يتيمة اللي بيتبرع بعد شوية وصلته بتروح لأسرة فيها معاكل بعد كده الأسرة فيها مسن وبالتالي إحنا مرتبين ترتيب للقرية المية وستين بيت علشان نوصل المساعدات لكل واحد في دوره إن شاء الله بتنسله مرة واحدة ولا برضو بتاخد مراحل فكرة أني أنا بشوف الأيتام الأرامل الكلام ده على مراحل ولا هي مرحلة واحدة وبشوف أنا بقدر حل المشكلة ككل إزاي إحنا بنتواصل مع شركة المية وعندنا أرقام حساب الشركة وعندنا بياناتهم النهاردة جالنا تبرع وأنا الكلام ده مهم جداً أهل الخير تعرفوا النهاردة جالي في الحلقة دي عشرين اتصال بعشرين وصلة مية هي ترى هستنى لما جمع المية وستين لا أنا هابع بالزبط عشان نطمن الناس إن احنا على طول أول بأول لا تؤجي العمل اليوم إلى الغن اللي بيميز مؤسسات المجتمع المدينة ومؤسسات الأهلية إنها مش روتينية فأنا النهاردة أول عشرين تبرع هيجولي هيتبعتوا في الحساب بتاع شركة المية وبالتليفون يا شركة المية بعتنا لكم تحويل رقم كذا بمبلغ ستين ألف جنيه لعشرين وصلة مية ففوري يتنفذ إن شاء الله عشرين وصلة مية علشان الأجر بتاع المتبرع هو من حقه علينا لننفذ الصدقة في أسرع وقت البدايات اللي بتتتسم بهذا الصدق والإخلاص والعمل والمثابرة دائماً مع العمل الحقيقي بنجد النهايات مبهجة ومفرحة دائماً مع مؤسسة نبض الحياة بشكر سيد الإسلام أمين المدير التنفيذي لنبض الحياة ودائماً مع نبض الحياة نبض بهذا الحب وبهذه البهجة وبهذه الفرحة إلى اللقاء